عزيزي المشاهدين مرحبا مرة أخرى ومع تأمل اليوم وآلة اليوم تقول ولكن اليهود الغير مؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الأخوة عمال الرسل 14-2 ما يتغير الإنسان ما أشبه حال الأمس باليوم في بداية الكنيسة تلاقي اليهود يحرضون الرومان عشان يصلبون المسيح وهو منهم وفيهم في هذه الآية تلاقي أن اليهود يحرضون الأمم على الأخوة عشان يضربوهم ويؤذونهم وهم ما يشاركون في أعمال الظلمة هذه ولكن أكتر شيء يسوونه هو أنهم يوسبسون ويحرضون الناس على الأخوة والآن في هذه الأيام تلاقي الشيوخ الفتنة يحرضون الناس على القتال في سوريا والعراق واليمن وغيرها تحت مسمى الجهاد ويعودونهم ويعودونهم بالجنة والنخي والخمور وغيرها من هذه الأكاذيب هم ما يشتركون في هذا القتال بل يكتفون بالوسوسة مثل الشيطان وتحريض الشباب عليه ودفعهم للموت وهم جالسون يجاهدون في كسورهم وسياراتهم الفاخرة بلندن ومدر وين بالفعل هؤلاء اللي قال عنهم المسيح ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون يعني الشيوخ والمطوعين لأنكم تغلقون ملكوت السماو قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون متى 23-13 مش هذه الآية تذكرك بهؤلاء المنافقين اللي يصدرون فتاوي قتل المرتد ما يخشون الملكوت ولا يخلون أحد يخش حتى لو كان بالتخويف من عذاب القبر ومنكر ونكير وإلى آخره من فيلم الرعب هذا يا أخوي بس الله يشفيكم صدق أو لا تصدق بعض الدول الراغية تمنع العنف اللفظي ومش الجسدي بس يعني تخويف الناس من عذاب القبر وغيره يعتبر ممنوع قانونيا عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة بعد أن قرر في نفسك أن هذا الكلام صحيح وأخلاقي إيش بتسوي بعد أنك تشارك هذا الكلام مع الأهل والأصدقاء غالباً غالباً حتنقص حياة أحد أبنائنا الشباب من التغرير بهم وتحافظ على حياته من الانتحار تحت محسن الجهاد ولو كان في الجهاد خير لو كان لقيت أول من يجاهد هو من يحرضك والدليل أنه قاعد يجاهد بجمع ثرواته وكسوره وسياراته على حسابك أنت يا مسكين كيف حيكون شعورك بوقتها لو عرفت أن أحد الأشخاص قد تم الحفاظ على حياته وشبابه والسبب هو أنت وباركناكم من بيت الرب يسوع المسيح له كل المجد آمين